كتير من الناس اول ما وزنه بيزيد يقول ايه ده وزن زاد لا انا هبدأ ضاية من يوم السبت والحقيقة لما بيجي عليه يوم السبت بيكون نسي او قبر دماغه او صرف نظر عن الموضوع لان فيه عزومة حلوة وفيه اكلة حلوة يبقى ضاية مين وبتاع مين يا عم وبعد ما بيأكل يقولك بقى ايه ابتدي من السبت اللي جاي والحقيقة انا كنت واحد من الناس دي اعترف بهذا ان انا لما كان الاقي وزن زاد واطلع على الميزان وابتدي بقى ايه تاخدني الحماسة كده واقول لا لازم اتغير كنت اقول لنفسي هبتدي ضاية يوم السبت وكنت بعمل كده علشان يعني اريح ضميري شوية واخلي ضميري كده ينام لغاية ما ايه يعدي بقى يومين تلاتة اكون نسيت اصلا ويكون ضميري ارتاح شوية والحقيقة لما جيت ابتدي ضاية بجد بدأت ضاية عادي يوم اللاربع عادي وليت ضاية اشتغل معايا وجاب نتيجة فلقيت ان اي يوم في ايام الاسبوع تبدأ فيها ضاية عادي هتخس والدنيا تبقى تمام مش شرط من يوم السبت والله فخليك معانا بقى علشان نبدأ من يوم السبت ووقعه ترفق اي حتة هنبدأ من يوم السبت بس بجد بجد ماشي هيي ايو انت عايز تبقى رشيك تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بس كده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسعد الله و اوقاتكم بكل خير اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس والتحديات لو نفسك تخس والنهاردة بداية التحدي الاول من مسابقتنا خلصانة بالشياكة مع تحدي الرشاقة فلو هتشارك معانا في هذا التحدي ما تنساش تضغط لايك قوي جدا وكمان لو لسه ما اشتركش في القناة فانزل اشترك في القناة علشان تكون من ضمن عائلة لو نفسك تخس اكبر عائلة رشيقة في الوطن العربي والعالم كله ان شاء الله طبعا النهاردة على بركة الله هنبتدي التحدي الاول من مسابقتنا الجديدة وطبعا كتير منكم ان شاء الله بازن الله جواه حماس وقوة كبيرة جدا يقدر ان هو يحولها لطاقة تغيير كبيرة وطبعا البدايات بتفرق مع الناس كلها ودايما الناس في البدايات بتكون متشجعة بشكل كبير فلما هتتشجع وتبدأ معانا وتلتزم ان شاء الله بازن الله النتيجة مع نهاية الاسبوع الاول هتشجعك اكتر ان انت تبتدي معانا الاسبوع اللي بعده ثم اللي بعده وهكذا لغاية ما تخلص من المسابقة خالص وان شاء الله توصل لرشاقة علشان كده دعوة للناس اللي دايما بتسوف واللي دايما بتقول هبتدي دايت وتكبر دماغها اني ابدأ معانا حتى لو فاتك يوم السبت وشفتنا من يوم الحد ابدأ معانا من يوم الحد ابدأ معانا من يوم الاتنين ابدأ معانا في اي وقت لكن لازم تبدأ وتاخد قرار التغيير انا لما اخدت قرار التغيير بدأت يوم الاربع واشتغلت على نفسي من يوم الاربع الابطال ما بداش من يوم السبت بدأ من يوم الاتنين بدأ من يوم التلات بدأ من اي يوم من ايام الاسبوع عادي خالص هتبدأ وتتغير علشان كده بقولك ابدأ اول ما تتشجع ابدأ وخد الحماسة دي والطاقة دي وابدأ بيها فورا لان بعد كده ممكن تحصل لك ظروف تنسى الحماسة دي تروح وتلاقي الدنيا بازت منك تاني وتلاقي ان انت ضيعت مسابقة وضيعت اسبوع وصدقني اللحزة بتفرق معانا اللحزة بتفرق مع الشخص اللي مليان دهون بشكل انت لا تتخيله لان في لحزة واحدة ممكن تقع في لحزة واحدة ممكن تروح للدكتور يقولك لا قدر الله بسبب السمنة جالك كذا بسبب السمنة جالك خشونة بسبب السمنة جالك انزلاق وحاجات مشكلة كبيرة ومشاكل كتيرة جدا وللأسف شديد مشاكل السمنة كتير جدا جدا وكلنا عرفنا هذا وكلنا مرنا بهدي التجارب انا واحد من الناس كان عندي خشونة في الرجبة وكان ضغط بيرتفع وكان بيجيلي نزيف من الانف وانواقف بصلي كده وكنت مش عارف اعمل ايه واروح للدكتور يقولي خس هترتاع خس هتخلص من الهم ده والله ما انسى كلمة هذا الطبيب ربنا كده يبارك فيه لو عايش ويرحمه لو كان مات لانه كان سنه كبير قوي والله فرق معايا وفرقت معايا الكلمة دي بجد فرقت معايا لاني فعلا لما اتغيرت الضغط مفيش خشونة مفيش الحمد لله بكامل صحتي اللهم لك الحمد حتى لما تعرضت لمشكلة كهرابة القلب والمشكلة اللي انا حكيتها لكم ابتديت ان انا اتغلب عليها واحدة واحدة ان انا اتحرك اكتر وامارس رياضة وان انا اركب العجلة وابتدي اتحرك اكتر ابتديت احسن من ده حاجة بعيدة عن السمنة كمان قدرت ان انا الحمد لله بفضل الله ان انا اخفف تعابها بشكل كبير جدا يعني بسبب الرشاقة تقدر تحل حاجات كتير جدا وللأسف السمنة ممكن تدمر لك حاجات كتير جدا عشان كده بدعوك ان انت تبدأ معانا تحديات لو نفسك تخص انظمة سهلة وسريعة وبسيطة جدا 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 وبجد هتفرق معاك عشان كده اوعدني ان انت تبدأ ووعدني ان انت هتلتزم ووعدني ان انت هتدعلنا من قلبك لاننا بنحبك من قلبنا والله العظيم يلا بينا كده نروح نشوف التحدي الاول كده ولو هتشارك معانا في هذا التحدي هتقول ايه قبلت هذا التحدي وتكتب في التعليقات ان انت هتبدأ معانا ان شاء الله بإذن الله ومش هتتراجع التاني عن هدفك ابدا وما تنساش تضعف اللايك قوي جدا لو هتبدأ معانا بامر الله تحياتي ليكم ويلا بينا نروح نشوف التحدي الاول طبعا نبدأ على بركة الله التحدي الاول لنظام جميع الاوزان والتحدي ده هنسميه بداية طريق الرشاقة ان شاء الله بإذن الله تكون بداية موفقة للجميع وده يعني اول يوم من التحدي الاول زي ما انت شايفين هنشرح كده يعني يوم كده بشكل تفصيلي وبعد كده هنجري بيه الانظام عشان ما نطول لكمش الفيديو دايما بنلاقي على الريق كوباية من الميا زائد اتنين معلقة صغيرة من عسل النحل ونقدر نبدل المعلقتين الصغيرين دول بتلت تمرات ولكن الافضل هو عسل النحل الاصلي اختيارات الفطار زي ما انت شايفين كده عندنا اختيارات الفطار اختيارات متعددة وكتيرة تقدر ان انت تختار يعني اكيد هتلاقي عندك متوفر حاجة من هدي الاختيارات عندك اربع معالق امح بليلة زائد كوباية حليب خالد دسم او متين وخمسين جرام جبن قريش زائد خيار زائد فلفل زائد نص خبز حبة كاملة يعني اربعين جرام اللي هو الخبز البر او اه اللي هو من الحبة الكاملة فتقدر تاخد اتنين بيضة مسلوة او قملت تقدر تستخدم معالقة زيت الزتون في احضار البيض في تحضير البيض عادي خالص وتاخد معاها نص خبز حبة كاملة وهكذا اختيارات كتيرة جدا تقدر ان انت تختار منها واكيد متاح عندك في بلدك هدي الاختيارات نروح بقى لاختيارات الغداء وهنلاقي عندنا الغداء بيتكون من بروتين والنشويات وخضار حاجة ويوم سهل جدا وبسيط فهنلاقي عندنا بقى نختار اختيار واحد من البروتين تاخد نص دجاجة مثلا وركة وسدر او ثلاث سمكات مثلا اي سمك خفيف عندك بلاش السمك يكون الاسماك الاستوانية بنخاف منها بتكون مليئة بالدهون او ممكن تكون دهون كويسة وكل حاجة ولكن سعرات حرارية زيادة فاذا نلجأ الى الاسماك المبططة اللي هي بتبقى عاملة شبه كاف في ايدك كده دي بتكون الدهون فيها اقل كثيرا من الدهون من الاسماك الاستوانية حتى لو احنا استخدمنا الاسماك الاستوانية ممكن نأكلها سنجاري اللي هي بتبقى مفتوحة كده نفتحها من البطن ونبتدي ان احنا يعني نشويها على الجنبين علشان يعني ننزل الدهون على قد ما نقدر منها طبعا يعني البلطي عندنا منتشر في مصر بشكل كبير جدا واكيد في بعض الدول فيها البلطي يعني فده يعني على سبيل المثال احنا بنقول لك مثال هذه الاشياء طبعا الجبن القريش نقدر نحنا نوفرها فمش ضروري ان احنا ناكل لحوم او ناكل اسماك كل يوم الناس طبعا يعني اكيد فيه ناس بتبقى يعني الحالة المادية بتاعتها بتبقى ما بتقدرش نتوفر الحاجة دي كل يوم فعندك الجبن القريش عندك البيض عندك بدال كتير جدا تقدر ان انت تاخد الاختيارات اللي انت عايزها طبعا اختيارات النشويات تقدر ان انت تختار اختيار واحد من هذه الاختيارات وانا يعني دايما يعني الناس بتفضل الرز ففي سؤال جالي هل الرز لازم يكون رز بسمتي او اللي هو الرز اللي هو الحباية الطويلة ولا ينفع الرز المصري الحقيقة يعني في مصر اكيد فيه رز المصري احنا بستخدم الرز المصري طيب ايه الافضل فيهم هل الرز البسمتي الافضل ولا الرز المصري الرز المصري النشة بتاعه بيبقى زيادة شوية الرز البسمتي بيكون اخف شوية وبالتالي لو احنا هنفاضل ما بينهم فهنلاقي ان الرز البسمتي هو الافضل لكن الاتنين متاحين بنفس الكمية ما فيش مشكلة خالص. فهنلاقي عندنا زي ما انتم شايفين كده دي اختيارات النشويات اختيارات متعددة جدا. ومع الخضار طبعا مهم جدا الخضار. مع الغدى بتاعنا وكمان مع كل الوجبات. طبعا اختيارات العشاء فممنوع النشويات. اول ما نلاقي كلمة ممنوع النشويات ما ينفعش ان احنا ناخد اي عيش او روزة او ميكرونا مع الوجبة ونوقف طبعا النشويات خالص في الوجبة. فنقدر عندنا بقى زي ما انتم شايفين كده اختيارات متعددة في العشاء. ما بين بقى ان انت تعمل صلطة التونة صلطة يونانية بتكون من بعض الحاجات زي ما انتم شايفين. وطبعا هتلاقي تلات حبات زيتون. هل حبات الزيتون دول غير معلات زيت زيتون? لأ. يعني دي او دي. يعني ما ينفعش ان انا ااخد تلات حبات زيت زيت زيتون واخد معلات زيت زيتون. يا اخد معلات زيت زيت زيتون يا اما ااخد تلات حبات زيتون. طبعا زي ما شايفين نقدر نحن نختار اختيار واحد من دي الاختيارات وعندنا وجبة خفيفة بين الفطار والغداء الثمر يتفكها فيعني يوم متدلع ولوز اللوز وعينة بالعينة بالصراحة. نروح لليوم التاني من التحدي الاول وهنلاقي عندنا بقى على الريق هنلاقي يعني آآ معلقة العسل او معلقتين العسل الصغيرين مع كوباية المياه. الميا طبعا تاخدها عادي بدرجة حرارة الغرفة. ما تكونش سخنة قوي وما تكونش آآ ساعة اوي توجع معاديدك يعني. نروح بقى لاختيارات الفطار. فعندنا نشويات في الفطار. الغدة عندنا برضو اختيارات ولكن الغدة هنلاقي عندنا ممنوع النشويات وعندنا البروتين برضو هنا بقى هيكون مقنن شوية وهيكون podein خفيف. لكن في اليوم القبل كده كان بروتين متنوع اكتر في لحوم وهكده. لكن في ايام هنلاقي عندنا بروتين خفيف فهنحاول ان احنا يعني برضو نقول سريعا كده. اختيرات العشاء برضو ممنوع النشويات اذا عندنا في اليوم ده الفطار فيه نشويات اما الغداء والعشاء فممنوع فيه النشويات نروح لليوم الثالث من التحدي التاء الاول وهنلاقي عندنا بقى العسل وبعد كده الفطار بدون نشويات والغداء برضو بدون نشويات وكمان العشاء بدون نشويات نروح لليوم الرابع وهنلاقي عندنا فيه نشويات فيه الفطار اما العشاء ممنوع النشويات لكن الغداء فيه نشويات ولكن بنص الكمية اللي احنا عرفنا نروح لليوم الخامس وهنلاقي عندنا على الريق زي ما نشايفين العسل طبعا أساسي واختيارات الفطار ممنوع النشويات أما الغداء فيه نشويات متدلعين على الآخر والعشا بدون نشويات نروح لليوم السادس فهنلاقي عندنا وطبعا اليوم السادس ده اليوم القبل الأخير في التحدي الأول فهنلاقي عندنا على الريق كوباية مية زي 2 معلقة صغيرة من عسل النحل اختيارات الفطار بدون نشويات الغداء بدون نشويات والعشا بدون نشويات نروح بقى لليوم السابع واليوم ده هيكون عندنا وجبتين مفتوحين في الفطار وجبة وفي الغداء وجبة طب هاوزن امتى بقى يعني ايه الميزان هيكون امتى لو انا عايز اوزن لو انت عايز توزن اوزن اول ما تصحى من النوم تدخل للحمام لو عندك اي حمام مثلا محتاج ان انت تعمل حمام او كده فخلص كل امورك خد الدش وخد معاك الميزان في الحمام وانت كده يعني لسه طالع من تحت الدش نشف دومك نشف جسمك كويس وقف على الميزان على ارض صلبة مستوية وقرأ الوزن بتاعك مرة انزل واطلع تاني انزل واطلع تاني لغاية ما الرقم يستقر هو ده الوزن بتاعك ان شاء الله تكمل بعد كده يا بطل ان شاء الله باذن الله معانا وانت متشجع ان شاء الله طبعا ده يعني ازاي تديري اليوم المفتوح بنظام السعرات الحرية وسبق ان احنا يعني شرحناك كثيرا فتقدر ان انت تقرأ ان انت تقدر ان انت تشوف يعني سعراتك اللي انت مطلوبة منك قد ايه وتوزع بقى 40% على الفطار 40% في الغداء و10% وجبة خفيفة وال10% وتقدر ان انت تطلع من الجدول ده يعني انت سعراتك الحرية تقريبا قد ايه لو انت رجل مثلا عندك مثلا 19 سنة فتقدر ان انت تروح للحتة ده الحتة دي او الصف ده وتشوف بقى انت مثلا لو انت نشاطك متوسط او بدون نشاط او نشيط جدا فهتلاقي مثلا انت نشيط جدا 3000 سعر حراري لو انت متوسط النشاط من 2600 ال 2800 لو انت بدون نشاط بدني فانت من 2400 ال 2600 وانت نفس الكلام بقى لو انت انثى وتشوفي السن بتاعك من 19 ل30 سنة ولا من 31 ل50 وهكذا الموضوع سهل جدا وطبعا توزع سعراتك بقى وتشوف سعراتك دي وتوزعها على مدار اليوم نروح بقى ونبدأ على بركة الله التحدي الاول لنظام المرضعات وزي ما قلنا بداية طريق الرشاقة او عنوان هذا التحدي بداية طريق الرشاقة وهنعمل عرض سريع كده لنظام المرضعات وده اليوم الاول وطبعا هيكون عندنا نشويات في الفطار والغدا اما العاشة هيكون بدون نشويات وعندنا واجبة خفيفة بين الفطار والغدا هيكون ثمرت فكهة نروح لليوم التاني وهنلاقي عندنا في الفطار والعاشة فيه نشويات اما الغدا بدون نشويات نروح لليوم التالت من التحدي الاول فهنلاقي عندنا اختيارات الفطار فيها نشويات والغدا فيه نشويات اما العاشة بدون نشويات وطبعا لا ننسى طبعا العسل على الريق مع المياه مهم جدا فهنا طبعا نشويات فيه الثلاث وجبات ونروح بقى لليوم الرابع فهنلاقي عندنا نشويات في وجبتين الفطار والغدا أما العشاء بدون نشويات وطبعا الفطار هيكون بدون نشويات في اليوم الخامس أما الغدا والعشاء ففي نشويات هنلاقي نظام المرضعات هيكون في نشويات أكتر لأنه برضو عندهم سعرات أكتر نروح لليوم السادس فهنلاقي في الفطار عندنا نشويات أما الغدا بدون نشويات والعشاء في نشويات أما اليوم السابع فهيكون يوم مفتوح تكلفيه ما تشاءين ولكن في حدود سعراتك الحرارية واللي انت بتحسبيها أو تقدر انت تحسبيها من خلال هذا الجدول وتضيفي عليه 500 سعر حراري فتطلع تقريبا سعراتك الحرارية أو متوسط سعراتك الحرارية توزعيها على مدار يومك بقى زي ما انت حبى مثلا 50% أو 40% في الفطار 40% في الغداء وهكذا تقدر انت توزعي سعراتك الحرارية على الوجبات اليومية نبدأ على بركة الله التحدي الأول لنظام الأشبال وبداية طريق الرشاقة وده اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث الرابع الخامس السادس السابع والأخير في التحدي الأول لنظام الأشبال واليوم المفتوح نيجي بقى لجداول التعليمات والبدائل والجداول المهمة جدا واللي هتفيدك بشكل كبير ودي طبعا الكلمات الدلالية للنظام باللهجات العربية سواء باللهجة المصرية وما يعادلها باللهجة المغربية واللهجة الجزائرية واللهجة الشامية فأتمنى كده ان الناس تستفيد بهذه اللهجات يعني ان احنا نستفيد أكتر علشان نتعلم أكتر وينفيد الأخوة في المغرب والجزائر والشام بهذه الكلمات وطبعا إن شاء الله بإذن الله نويين ان احنا نقطر من اللهجات أكتر وأكتر إن شاء الله بإذن الله علشان الكل يستفيد بإذن الله نروح بقى ليه قيمة الفواكه المسموحة الناس بتسألني إيه الفواكه المسموحة والممنوعة وهكذا فاحنا عندنا طبعا فواكه مسموحة ودي يعني كمية منها أو دي يعني كده عرض للفواكه المسموحة ودي جداول بنبين فيها قد إيه نقدر نحن ناخدها لو مكتوبة في النظام ما يعادل ثمرت فكهة أو ما يعادل الوجبة لو إحنا مثلا زي نظام الإنقاذ مثلا فعندنا اتنين ثمرت فكهة فناخد مثلا أربع شرائح بديلة للوجبة بتاعة الفكهة بتاعتنا أما لو إنت عايز مثلا ثمرت فكهة واحدة فناخد اتنين شريحة من الأناناس مش هناخد الأناناسة كلها طبعا وهكذا بقى نشوف بقية الجداول طبعا دي الفواكه الممنوعة واللي موجود منها طبعا دلوقتي المنجة ويطلع بعد شوية البلح وبعد كده موجود قريدي العنى بالتين البرشومي موجود برضو وبالتالي دي من الفواكه الممنوعة اللي بترفع السكر واللي بتجوع يعني ما لهاش لازمة أو ما لهاش قيمة في النظام أو في أثناء التخصيص بالعكس هتتيجي علينا بخسارة وهتلاقي نفسك بتجوع أكتر وطبعا سعراتها بتبقى أعلى من العادي نروح لقايمة البدائل والخضروات المسموحة فهنلاقي عندنا هنا يعني الخضروات بكمياتها ونقدر ناخد منها قد ايه خلال اليوم وكل حاجة والدنيا زي الفل يعني نروح بقى لبدائل النشويات نقدر نشوف بقى الناس اللي بتسأل هو ناخد قد ايه خبز سن ناخد قد ايه توست بني ناخد قد ايه الخبز الحبة الكاملة ونبدل نبدل نسأل وقدامنا لحاجة كده سهلة وبسيطة كده وإحنا عملنا لها لكم يعني حاجة جميلة علشان خاطر يعني ايه تستفيده اكتر دي جدول بدائل البروتين في الانظمة زي ما انت شايفين برضو بروتين كتير جدا فنقدر نحن نشوف برضو الكميات قد ايه وطبعا البروتين النباتي برضو نشوف منه برضو ما يعادلها وطبعا لينا مرتين في الاسبوع نقدر نحن ناخد بروتين نباتي دي طبعا المشروبات اللي انت تستخدمها ولكن بدون سكر طبعا تقدر نحن ناشرب المشروبات دي كلها ولكن بدون سكر طبعا دي الممنوعات الدايمة واللي كانت سبب فيه كوارس كتيرة جدا وزيادة وزننا فنبعد عنها يعني حتى بعد رحلة التغيير ما تنتهي تحاول ان انت يعني لو شفتها في الشارع اكينك ما تعرفهاش وتبعدها عنك تماما يعني علشان خاطر هتفرق معاك بشكل كبير في صحيتك وفي حياتك طبعا يعني نقلل منها اكيد طبعا هتتعرض ان انت تاكل منها بعد رحلة التغيير او في اليوم المفتوح ولكن يعني احنا بنقول لك ان الممنوعات دي ضر جدا تقدر انك تبعد عنها طول حياتك هيكون افضل بعد ما شفنا التحدي الاول ها هتشارك معنا يا بطل اكيد طبعا لازم اشارك معاكم ده انتو عندكم اختيارات كتيرة ومناسبة للجميع ان شاء الله بإذن الله كلكم هتخسوا وكلكم ان شاء الله هتوصلوا لبر الامان بر الرشاقة بجد هيفرق معاكم تحياتي لكم واستودعكم الله الذي لا تضيع اوضاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم في طرق كتيرة جدا للحصول على انظمة لو نفسك تخس اسهلها ان انت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس سواء قناتنا على اليوتيوب صفحتنا على الفيس بوك زي ما انت شايفين دي صفحتنا على الفيس بوك لو نفسك تخس صفحة رئيسية وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل عليه الأنظمة كل يوم وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس